اهلا بكم ازمة غذاء عالمية حضر منها عدد من زعماء الدول المختلفة حول العالم نتيجة طبعا العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا وتدعيتها المختلفة على الاقتصاد العالمي ككل فتستمر ازمة الغذاء الامن الغذائي العالمية نتيجة لنقص الانتاج وارتفاع اسعار المحاصيل والمنتجات الغذائية بفعل العملية العسكرية الروسية على اوكرانيا فنتيجة لاستمرار اختناقات سلاسل التوريد التي بدأت بالفعل مع اغلاقات الاقتصاد خلال ازمة وباء كورونا ترتفع تكلفة شحن المحاصيل والمنتجات الغذائية اضافة الى ان ارتفاع اسعار الطاقة يشكل ضغطا على سوق الاسمدة التي يعتمد انتاجها بشكل كبير على الطاقة من الغاز الطبيعي الذي يعاني اضطرابا شديدا بسبب الازمة الروسية الاوكرانية تزمن كل ذلك مع ظروف مناخية غير مواتية اضرت بالمحاصيل الزراعية في مناطق الانتاج الرئيسية في الولايات المتحدة وفرنسا مؤسسة ستاندرد اند بورز نشرت تقريرا عن تهديدات الامن الغذائي العالمي رسمت فيه صورة قاتمة لتوقعات سوق المحاصيل الزراعية والمنتجات الغذائية بدورها حذرت منظمة الاغذية والزراعة التابعة للامم المتحدة الفاو من ازمة غذاء عالمية مع اضطراب اسواق المنتجات الزراعية وذلك على اثر ارتفاع مؤشر اسعار الغذاء بشكل غير مسبوق لاعلى معدل لها في مارس الماضي اذا زادت اسعار الاغذية بشكل عالمي باكتر من 30% في المتوسط وسط توقعات بان تستمر اسعار الاغذية في الارتفاع عالميا وذلك بسبب زيادة الطلب وقلة المعروض في السوق العالمية كما زاد ايضا من حدة الازمة تعطل تصدير المنتجات الزراعية مثل القمح والذرة وزيت عباد الشمس من الموانئ الاوكرانية على البحر الاسود بسبب العملية الروسية وعلى الرغم من محاولة بعض المزارعين والتجار التصدير عن طريق البر فان حمولة قطارات الشحن من المحاصيل الزراعية لا تقارن حجما بحمولة الناقلات البحرية وتصهم روسيا واوكرانيا بنحو ربع القمح الذي يتم تدوله في التجارة العالمية حيث تساهم روسيا بنحو 17% بينما تساهم اوكرانيا بنحو 8% وقدرت وحدة الموارد الطبيعية ايضا في مؤسسة ستاندرد اند بورت ارتفاع سعر طن القمح الروسي في مارس الماضي الى 455 دولارا للطن بزيادة بنسبة 46% وبانتظار انضمام فنلندا والسويد الى حلف شمال الاطلسي الناتو يبدو ان الازمة في اوكرانيا والعقوبات ايضا على روسيا لن تنتهي قريبا الامر الذي سيؤدي لاستمرار ارتفاع معدلات التضخم حول العالم الى مستويات غير مسبوقة شكرا جزيلا للمتابعة والى اللقاء